مديرية التربية في محافظة ادلب تنهي استعداداتها لاستقبال الطلاب المتقدمين للامتحانات الشهادتين والصفوف الانتقالية في ادلب وجسر الشغور اجراءات عديدة قامت بها مديرية التربية في محافظة ادلب انهت خلالها استعداداتها لاستقبال الطلاب المتقدمين لامتحانات النهائية للشهادتين الاساسية والثانوية في ادلب وجسر الشغور وفي عيد اكرم من في الدنيا وانبلي بني البشر اقام فرع الاتحاد الرياضي العام في المحافظة فعالية لتكريم اسر الشهداء تخليدا وتمجيدا لتضحياتهم التي بذلوها لينعم الوطن بالامن والامان والاستقرار اضافة الى تكريم عدد من الرياضيين المتقاعدين والمتميزين والذين اسهموا في تطوير الرياضة بالمحافظة فيما كرم اتحاد عمال ادلب عددا من اسر شهداء العمال في القطاعات الانتاجية والخدمية تقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن وتفانيهم في اداء واجباتهم الوطنية وخاصة في هذه الظروف التي تستوجب تكاتف ابناء الشعب بمختلف قطاعاته لمتابعة مسيرة العمل والانتاج والحفاظ على المؤسسات الوطنية بما يحقق راحة المواطن ويؤمن خدماته لجنة الاغاثة الفرعية بدورها بحثت شؤون اللاجئين وايصال المساعدات الانسانية لهم لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وضمان كيفية تأمينها وتوزيعها ترجمة نانسي قنقر